عايز ابدأ معاكو بالفوز مبارح الاسماعيلي على المصري هل هي بداية لعودة الاسماعيلي ولا الدنيا لسه ما تقدرش تقول ان دي بداية طبعا اكيد بداية يا ربا اسلام والنادر مصري فرقة كبيرة جدا وان هو يفوز على النادر مصري اكيد دي بداية وابداية قوية كمان لها بجلال اعتقد ان شاء الله ان اسماعيلي يكمل على كده الان محتاج فوز كتير يعني الماتشات كلها انا اعتقد ان الاسماعيلي كل ماتشات اعتبارها ان دي اخر فرصة لي او اللاعبة لازم تفهم كده ان الماتشات اللي جاية كلها مهمة وكلها لازم يلعب على المكسب فاعتقد ان هاردة لما يفوز على النادر مصري الكبير وده يبقى دير بالقناة يعني Sub right located in the Black lady بين الاهل الماصري والاسماعيلي والماتشات القوية خصوصا اسلام كمان ان المصري ماشي بشكل كويس جدا السنة دي الإسماعيل عام يحتاج الفوز بشكل كبير جداً أنا أتمنى إن شاء الله أنه هو يكمل يهاب جلال على الفوز والعيبات يهاب جلال يا إبراهيم في مهمة تحرية بس خلينا نتكلم بس الأول طبعاً مبروك للنادي الإسماعيلي على الفوز بس يعني أنا أنا ببص في الجدول كده تقريباً ده أول مرة النادي الإسماعيلي يوصل للمرحلة دي فهو طبعاً فوز معناوي وكل حاجة بس نتمنى الاستمراري يعني بس نتيجة الخامات اللي موجودة اللي عيبة اللي موجودة أعتقد الأمور هتبقى صعبة ناد إسماعيلي برضو لسه ما عندهمش الخبرات الكافية بس هو إلى حد ما بشكل أفضل يعني المكسب ده بيدي معناوي فأتمنى الاستمراري ما يراش مكسب بعد كده بقى ترجع تاني الأمور زي الأول يعني طيب ما جاوبتش على سؤالي هل إيهاب جلال فيه مهمة تحرية؟ بس أي حد هيمسك الإسماعيلي في الفترة دي خصوصا بعد كمية تغييرات المدربين في الفترة الأخيرة هو بي يعني في مهمة صعبة جدا لأن موقف ناد الإسماعيلي مش سيء انت بتتكلم لعب 18 مباراة ناد الإسماعيلي كسبان مطشين بس يعني غزيمة قدي غزيمة تم مبارات طبعا مش ده ناد الإسماعيلي تماما يعني في أي حد بيقبل بالمهمة دي فعشان كده بقولك هو النهاردة طبعا إن هو بيلعب قدام ناد المصري طبعا هو ناد المصري في المركز الرابع وعمل نتائج السنة دي كويسة جدا فإن هو يفوز عليه النهاردة فده فوز معناوي بشكل كبير جدا ناد الإسماعيلي وليابت ناد الإسماعيلي بس أتمنى الاستمراري لأن الموضوع أخد بالك الفترة اللي جاية ممكن نهاردة يكون ناد المصري بكنش في حالته خصوصا كمان ناد الإسماعيلي نهاردة يعني كسب المباراة بسعوبة مش بسهولة هو بس تصحية ماشي كلمة بار لا أنا بتكلم احنا بتأخف بس فبتكلم يعني النهاردة دي يعني أنا بتكلم النهاردة على الوقت ده يعني اللي هو آخر مباراة مش النهاردة اللي هو النهاردة ما تدقوش على أبراهيم سعيد لا مش حكايت كده أنا بتكلم في العموم في اللحزة أنا بتكلم على اللحزة أنا أمل يفاهم بس ماشي ما والناس برضو هكيد فاهم أنا بتكلم إن فوز إن إحنا فوزنا في الوقت الحالي في التقويت ده فده برضو خد بالك ناحية معنوية للعيبة وحاجة تقدر تخليهم إنهم يقدروا يكملوا بس هل هيبقى فيه استمرارية ولا هيبقى فيه صعوبات في الفترة الجاية بس فاتمنى إن مجلس الإدارة يقدر يعدل المسار بتاع الفريق ويدل الإمكانات يعني يساعد برضو كابتن هاب جلال إن هو يقدر يخرج من الموقف اللي فيه نادر إسماعيل ده